ومشاهديا ننتقل إلى ملف آخر في هذه الساعة وتحديدا بيان رئاسة الجمهورية حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدمولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الانجاز وتطورات مراحل الاعمال الانشائية بالمتحف وتجهيزات نقل وعرض القطع الاثرية وقد وجه الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على اكمل وجه وابراز عظمت وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفية فضلا عن التكامل مع منطقة الاهرامات بمحيط المتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم ويساهم في جعله ليس فقط واجهة للحضارة المصرية وإنما الإنسانية جمعاء وعلى نحو يعكس المكانة اللائقة بمصر للعالم ومن ثم أهمية العمل على تناغمه مع جهود الدولة الأخرى في مختلف أوجه الثقافة خاصة مدينة الثقافة والفنون الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستشكل أكبر منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي بالشرق الأوسط وأوضح أيضا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير السياحة والأثار أكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري عام 2020 مستعرضا في هذا الصدد تطورات العرض المتحفي به خاصة وضع القطع الأثرية في البهو الرئيسي وعلى الدرج العظيم فضلا عن خطة نقل مراكب الشمس لعرضها بالمتحف بشكل مميز وكذلك تفاصيل مشروع تشغيل خدمات المتحف للزائرين بالاشتراك مع الخبرة الأجنبية إلى جانب الدورات التدريبية والفنية التي يتم تقديمها بصورة منتظمة للعاملين والموظفين بالمتحف في ذات السياق أشار الدكتور خالد العناني إلى صدور قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرية الكبير والذي سيساهم في تسهيل مباشرة المتحف لاختصاصاته من تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعماراتها المتميزة وكذلك تقديم الخدمات المتحفية المختلفة كالتسجيل والتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف وأضاف أيضا المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مجمل أنشطات ومشروعات وزارة السياحة والأثار حيث وجه سيد الرئيس بتذليل كافة العقبات التي توجه المستثمرين بقطاع السياحة فضلا عن الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية وذلك اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعيضة في الدولة هذا وقد عرض الوزير في هذا الصدد آخر مستجدات العمل في قطاع الأثار بصفة عامة من افتتاحات واكتشافات جديدة فضلا عن مشروعات تطوير كل من منطقة صان الحجر بالشرقية ومنطقة هرم زوسر الذي يعد أقدم هرم في التاريخ وقصر البارون بمنطقة مصر الجديدة وميدان التحرير إلى جانب جهود الوزارة في استرداد القطع الأثرية المصرية المهربة للخارج ترجمة نانسي قنقر